أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقائكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس كيندل أو كيدي بي أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة شكرا جزيلا لكم على التفاعل مع الفيديو الأخير شكرا لكم على اللايكات وعلى الشير على البرتاج فعلا تفاعلكم هذا يحفزني كصانع محتوى على الإبداع أكثر وعلى تقديم محتوى ذو جودة عالية أكثر وأكثر فشكرا جزيلا لكم وبرك الله فيكم ودائما يعني إن شاء الله مع الجديد ومع الحلقات الجديدة والحصرية الأشخاص الذين يتبعونني منذ البداية لا شك أنهم يعرفون أنني كنت في مرحلة ما أعد ملف خاص فقط باللغة الفرنسية يعني باستهداف السوق الفرنسي يعني كل ما يخص الكلمات المفتاحية وأيضا النيتشات وأيضا الانتريوهات إلى آخرية لكن لسبب ربما يعرفه الكثير من الأشخاص أنني كنت قد فقدت الحاسوب الخاص بي الحاسوب الشخصي وطبعا فقدت جميع يعني الدغط الموجودة عليه بما فيهم يعني ذلك البروجي ذلك المشروع الذي كنت بصدد إعداده ومشاركته معكم مجانا فعلى أياتي حالي ذلك الملف فقدته صراحة يعني كل تلك التجمعات التي جمعت لكم من كلمات مفتاحية ونيتشات الأخيرة كلها فقدتها طبعا ذلك الملف كان خصيصا يعني لاستهداف السوق الفرنسي على أياتي حال اليوم في هذه الحلقة كما قرأتم في العنوان إن شاء الله سوف أريكم طريقة الشخصية والتي لم يشرحها أي أحد لحدود الآن لحدود الآن سواء في اليوتيوب العربي أو في الأجنبي لا أقول أن هذه الطريقة لا يعرفها أي أحد بل على العكس الكثير من الأشخاص يستعملونها وأعرفوا يعني أصدقاء لي يستعملونها شخصيا ويعني في مدة من الزمن كنا قد تبادلنا الحوار بخصوصها يعني مع أصدقائي وشاركنا مع بعضنا لبعض الأفكار ووجدت أنهم يعرفون هذه الطريقة ويستعملونها لكن أن يشاركوها على اليوتيوب يعني أن تجدوا الفيديو أو الشرح على اليوتيوب فهذا غير موجود سواء في المحتوى العربي أو الأجنبي سوف أريكم الطريقة التي من خلالها نجد نيتشات يعني على حسب السوق أن مثلا في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نستهدفوا السوق الفرنسي سوف أريكم كيفية إيجاد نيتشات فرنسية والاشتغال عليها طبعا سوف أريكم كيفية إيجاد نيتشات لكن الأنتريوهات يجب عليكم تصميمها أو شراءها سوف أترك لكم في رابط المجموعة أحد الأشخاص الفرنسيين الذي يبيع الأنتريوهات الفرنسية على أية حال بدون إطالات وبدون مقدمات ندخل مباشرة إلى Amazon.com ثم نقوم بكتابة أي شيء هنا مثلا Journal على سبيل المثال ثم بحث ثم على ذلك نقوم بإختيار Books من Departments نست أن أقول لكم أن السوق الفرنسي صراحة عن تجربة شخصية وأيضا عن تجربة تجربة كثير الأشخاص من الأصدقاء والذين أعرفهم أن السوق الفرنسي هو سوق ضعيف من ناحية البيع ليس مثل السوق الألماني ولا مثل السوق الأمريكي لكن بالرغم من ذلك على حسب أنه قد تبدعون في هذا السوق أو على الأقل من باب التجربة ومن باب المعلومة تقتحمون هذا السوق وتختبرون فيه ربما قد يكون لكم فيه نصيب على أي حال إذن بعد أن قمنا بكتابة Journal أي شيء نقوم طبعا ليس الشرط أن يكون Journal ثم قمنا باختيار Books من Departments ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على Advanced Search الآن أركزوا معي جيدا في Keywords نقوم بكتابة Kayye Kayye باللغة الفرنسية هي Journal أو باللغة العربية دفتر Kayye باللغة الفرنسية هو دفتر نكتبوا هكذا كتابته يعني هذه الكتابة الصحيح له باللغة الفرنسية الآن بعد ذلك كل شيء نتركه في هذا المكان الفارغ ننتقل مباشرة إلى Forma نقوم باختيار Paperback ثم نقوم بالنزول إلى Language نقوم باختيار French ثم هنا من All Light نقوم باختيار After نقوم باختيار After ثم في الشهر نقوم باختيار نقوم باختيار شهر 2 أي فبراير ثم نقوم بكتابة السنة 2022 ثم نقوم بالضغط على Search جيد الآن انتبهوا معي جيدا عدد الرزول لدينا فقط 714 مع العلم أننا نتكلم هنا بالضبط عن شهر يعني شهر كامل شهر 2 كامل زائد يعني 4 أيام يعني تقريبا يعني شهر 2 وأربعة أيام يعني مدة ليست بالقليلة يعني شهر ومع ذلك لدينا فقط 714 وكي تعتبر كلمة مفتاحية من المفترض بمعنى آخر كيمة الجورنل من المفترض أن تكون كلمة أساسية ومع ذلك مع كل هذه المعلومات أو الضغط مع ذلك لدينا فقط 714 result فقط طبعا يمكنكم الاستفادة أولا يعني يعني هذه الطريقة يعني تمكنكم أولا يعني من الاستفادة عن طريق حصولكم على نيتشات متنوعة فرنسية طبعا ثانيا تقومون بالتعرف على اللغة الفرنسية مثلا coloring book باللغة الفرنسية يسمى coloriage هكذا يسمى coloriage أو livre de coloriage هكذا يسمى باللغة الفرنسية key de coloriage دفتر التلوين أو يعني كراسة التلوين وأيضا كما قلت أهم شيء أنكم يعني سوف تحصرون على نيتشات فرنسية مئة بالمئة مثلا هنا يمكنكم بكل بسطة أن تلاحظوا يعني مثلا print on 80 يعني هنا مثلا الفرنسيين ماذا يفعلون يقومون بالاشتغال على الفصول فصول السنة الأربعة فلكل نيتش يقومون بوضع يعني فصول السنة يعني print on 80 يعني الفصل الربيع والصيف وهكذا فصل الخالف والشتاء إلى آخرين يعني السوق الفرنسي مختلف مختلف تماما عن بقية الأسواق الأخرى وطبعا الإنجليزي يختلف عن طبعا الإنجليزي والأمريكي متشابهان لكن الألماني مثلا والفرنسي هناك اختلاف فبالتالي كل سوق وله خصوصيته وهذه الطريقة التي شاركت لكم يعني كما تراحظون سوف تحصلون على يعني نيتشات طبعا العيب العيب الذي صراحة القاتل لنا كعرب أننا لا نعرفون ثقافة الآخرين ونريده البيع للآخرين ف يعني منطقيا هناك خلل يعني كيف سوف نبيع لشخص ما ونحن لا نعرفون نمطة فكيره وأفكاره و يعني مجتمعه وكيف يرى الأمور للآخرين فمن السعب جدا فبالتالي يعني نضطر إلى بين القوسين إلى الغش عن طريق الحصول على نيتشات بهذه الطريقة يعني هناك أشخاص فرنسيين مثلا هذه دار النشر مثلا أو هذا الشخص مثلا هذا الشخص فرنسي يعرف كيف يفكر فرنسيين فبالتالي يضع كلمة مفتحية قوية ويضع يعني نيتشات قوية فنحن نقوم باستغلال يعني هذه البروداكتات الموجودة وهكذا يعني تقومون بأمل طبعا تشيك لترينمارك لكن طبعا ليس في موقع يوسبي تيو إنما تقومون بكتابة مارك ديبوزي تيست فرنس في جوجل ثم الموقع الأول الذي ينتهي بغوف يعني غوفرنمو حكومي تقومون باختبار العلمة يعني هالك هي مسجلة أم لا تفاديا طبعا للحقوق إلى آخر وأيضا في العنوان لا تقوموا بنسخ رسق للعنوان لابد أن تقوموا بتغيير وإنقاص وزيادة بعض الكلمات وأيضا في الدزاين نفسي إن لا تقوموا بأخذ ديزاينات كما يوى تعملون عليها أعتقد أن الفكرة واضحة شكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإذا كانت لديكم أسئلة فاتركوها لي في الطريقات إلى اللقاء موسيقى